الإجراء الذي فرض علينا غير دستوري ويخالف المبادئ العامة للحريات هكذا تصف ريمونت سقر رئيسة مجلس كتاب العدل في لبنان قرار الأمن العام الذي صدر منذ شهر وأبلغ عبر وزارة العدل كتاب العدل بفرض تعهد على كفيل العامل الأجنبي بأن العامل ليس على أي ارتباط عاطفي بأي شخص في لبنان هذا النص على كل المستويات لا منطقة ولا قانونة ولا دستورة ويخالف شرعة حقوق الإنسان والموسيق الدولية عدد من كتاب العدل يلتزموا بهذا القرار فيما هناك عدد ومن بينهم السيدة سقر يرفض الالتزام به لكن موقف مجلس كتاب العدل رافض وقد تحرك المجلس وإرسل كتابا إلى كل من وزارة الداخلية والعدل رافضا الالتزام بالتعميم وتسجيل في سجلاته وفي سجل تاريخ لبنان ما وصفه بالارتكابات الوصمة التي تضع عرض مع شرعة حقوق الإنسان والحريات العامة هي فيها ارتباط وصيق بالقضاء الدستوري فإذا نحنا فينا نطعم بأنون لعدم دستوريته ويبطلوه كيف بالأحرى تعميم عم يصدر غير دستوري الأمن العام يقول أن لا موقف له بعد أحيال كتاب المجلس إذ أنه لم يطلع على مضمونه مجلس كتاب العدل ينتظر جوابا من الوزارتين ويقول إنه على ثقة أن الوزارتين ستتراجعان عن هذا القرار وفي حال لم تفعله فالمجلس سيتحرك